بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسيط مهم للتطوير سبقاً ذكرته خمسة دلت خمسة بالساعتين بنفس الوقت اللعب مستمر شيء واحد بي بسيط جداً أنه المدر خلال اللعب وخلال ما تكون الكرة في اللعب أو عنده الهراس أو في أي مكان ما إلا إذا كانت خارج إلا إذا كانت خارج يستطيع أن يعطي أمر خلال اللعب بذكر بصوت عالي رقم فإذا قال داعش واللعب مستمر الداعش بهذه الساحة من الفريقين يروحون بالساحة الأخرى والداعش يعني اللاعبين أرقام داعش لأنني عندي أرقام داعش أصفر وأسود يروحون هنا فيصير تبادل مراكز بين الأرقام اللي يذكرها المدرب واللعب مستمر ما متوقف والمدرب الأحسن هو اللي يعطي رقم في وقت مناسب مثل تسعة يعني عدي تسعتين هنا وتسعتين هنا يبدلون مراكز تسعتين بالليسار يروحون بالساحة باليمين والتسعتين بالساحة باليمين يروحون واللعب مستمر أو متوقف عند حراس المرمى يعني أحد حراس المرمى صد الكرة بقي بساحة باليمين وبساحة بالليسار فريق لا يزال يلعب المدرب يستغل بساحة 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 ثمانية 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 يروحون والحراس المرمى يبدل اللعب وذاك الفريق يستمر اللعب لا يوجد توقف أبداً لا يوجد توقف فيصير تبادل المراكز فيصير تبادل المراكز رائع 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 المدرب يمكن أن يخفف وطأة التحرك اللاعبين بأن يعطي رقم لا يوجد لون مثل داعش أصفر داعش أصفر يبدلون مراكز الباليمين يروح الساحة اليسار وبساحة اليسار يروح الساحة اللون والرقم تعني تبديل لاعبين من نفس الفريق لكن الرقم فقط يعني تبديل لاعبين بنفس الرقم من كل فريق فإذا قلنا داعش الداعش يروح الأصفر والداعش يروح الأسود يبدلون مراكز ويزملائهم وإذا قلنا أصفر داعش الأصفر فقط يبدل مراكز الداعش الداعش اللي باليسار يروح لليمين والداعش اللي في اليمين يروح لليسار واحداً تمارين بها أنا أسميها حلاوة تكتيكية راقية خصوصاً إذا ما لعبت بالسرع لم أحدد المسافات لأن هذا يعتمد على الأعمار ومستوى الأعمار هذه تمارين حتى في 14 سنة يمكن أن تخليها وتبدي بها 14 16 و13 ومتقدمين هذه تمارين تأتي بعد فترة الإحمار غاية في التحفيز خلال الوحدة التدريبية هذه تمارين يمكن أن تستخدم مع اللاعبين المتقدمين هل عندك أنت فكرة أن تضع متغير آخر غير المتغيرين الذي أنسقتهم إذا عندك يكون ممتاز وتكون أنت نفعتنا كثير كثير أنا ما فقلمه ليس الله لي ولكم الصحة والعافية إن شاء الله يا رب العالمين اليوم واحد ثلاثين ثمانية الفين واربع عشرين صلوا معي وسلموا على سيدي رسول الله الهادي الأمين شفيعاً يوم الدين وانصروا واذكر دائماً وأبداً أن التعاون بين أي منظومة تخلق التقدم وتطور وأي تقاطعات لا ترقى بطموحات لا العاملين في المنظومة ولا العاملين في خارج المنظومة تعاونوا كلكم وإن شاء الله تحصلون المراد مع السلامة ترجمة نانسي قنقر